السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى اخواتي تكونوا بخير وعلى خير وطلقكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله انتم او العائلة ديلكم وكل ما ازدع لكم كيف ما كتفوا اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى هذا الفيديو تكمله تل اخير وإلا كنتوا اول مرة تشوفوا هاد القناة فما تنسوش تشاركو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد وما تنسونيش من ديك جيم فضلا وليس امرا سنشارك معكم الكيك اللي طلبتم مني اللي شو معايا في الطبيلة دي العيد ان شاء الله سكمل الفيديو حتى الاخير وقبل ما ندوذو ندخلوا الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل صلاة واتم تسليم اللهم ارحم والدي وارحم جميع اموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة كيف ما تشوفو صحاباتي هذا هو الكيك اللي غدي نشارك معاكم وهذا الكيك اللي وجدت في العيد اعجبكم وقلتو لي شاركيه معنا بجميع التفاصيل قلتو لي ما تتطليش علينا وصراحة مكتب شعد عد البرح اللي هو الثلاث درت الكيك وليومة الاربع كندير المونتاج وغاد ننزلو لكم هاد النهار ان شاء الله كيف ما كتشوفو هنا يا غدي نشارك معاكم هاد الباك هذا ديالة جليلبة جليلبة في صالم خزانية كيف ما كتشوفو بهاد طريزة هادو ديال هاد البنية هادو طرز البرازيلي بالبلغة اللي خدمت هالواحد الكليانة ديالي وقلت نشاركها معاكم البنات اللي كانوا يعني كانوا يدخلوا عندي وبغاو جليلبة البنيات ديالهم اللي بغا تشيب باك في حال هادو فقد نخلي لكم النمرة ديال ديال الواتساب اللي بغا تشي حاجة اللي تواصل معايا بالنسبة ان شاء الله العيد الكبير فانا بديت كان ناخد طالبيات بالنسبة الباك فيها جليلبة والبلغة وبالنسبة البوندو والبانضة فانا خدمتهم لها كادو من عندي نتمنى ينالو الاعجاب ديالكم بالنسبة للرقم غادي نخلي لكم يعني فعلى الشاشة وغادي نخلي لكم في صندق الوصف بالنسبة لكيكلبنات غادي نحتاجو اربعة ديال البيضات هنا يكانوا عندي بيضة ماء كبارينش بزاف وقبيصة ديال الملح درتهم في هاد الاناء هادا كيف ما كاتشوفو غادي نضيفو واحد الكيس ديال فاني كيف ما كاتشوفو وغادي نضيفو كاس ديال السكار بالنسبة لهاد الكاس اللي استعملت انا فكاس عادي ماشي كاس ديال العنبة غادي كاس هكا يا ديال اتاي كاس ديال اتاي را كيكون شوية ناقص على ديال العنبة تريد نقص هكا غادي واحد صبيع او لا بالنسبة للحلاوة فكتبقى حسب الضوء بالنسبة لهذا الكاس هادا فكي تتجيل الحلاوة هي هاديك حتى ما زال كان زينو الكيك بصوص شوكولة صفي البنات وكنكو نديرين هكا هكا حبيبة شوكولة لداخل في الكيك فما ما نحتاجوش اننا نديروا بزاف ديال الحلاوة هكا يفافة في الكيك باش يجي هو هاداك صفي كان نطربو البنات غادي نطرب هاتطريري بهذا اللي كنتخديتو من عالي اكسبرس صراحة استقليزوين وخا صغور فصغور ومطور صراحة كي يطرب مزيان غادي نطرب الخاليط مزيان مزيان حتى يبدل الخاليط ديالنا كي يبيض وغادي ندوزو باش ننضيف المكونات وحدين اخرين كيف ما كتشوفو مني كانت تحصلوا لهذا الخاليط هادا يعني البيض كي يكون يعني بدل لون ديالو كي يولي فاتح غادي ندوزو ننضيفو الزيت بالنسبة للزيت حتى هي غادي نضيفوها بنفس الكاس يكون كاس ما عمرش بزاف لندرنا الكاس ديال لينقدرنا لدي الكاس ديال القنبه نديرو نصف كاس زايد واحد شوية كيف مكتشوفو هادا كاس ديال家تي لي مكبيرش بزاف. ومع مرش كان يعني حتى الفوق. فنقصا هاكا واحد سوف نضيف الزيز كخويت و نضيفه من الأحسن أننا نضيفه بالطراب الكهربائي و لنضيف الخويت بالطراب الكهربائي و لا تقوم بمجهد لتقوم بطراب الكهربائي بالنسبة لكيك في العيد لكيك لتقوم بطراب الكهربائي فأكيد أن الكيك سيكون عالي كثير المهمة أننا نضيفت كاس الحليب كما شئت معي في الصورة كاس بالنفس الكاس يكون الحليب مبارد يعني يكون بحرارة المطبخ و اضفت هنا واحد الياورت الشوكولات يكون الوزة 80 قرام يعني هذا الكبابر ليس كبابر 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 80 قرام سوف نضيف الخليط و من بعد سوف نضيف معلق الكاكاو إذا لديكم الكاكاو المر يعني اللي كتشريه بالعبار سوف نضيف معلق إلا ما عندكم سوف نضيف أكياس في حال هذا اللي اضفت أنا بغيتو الكيك ديلكم يعني يجي غامق سوف تضيف تضيف حتى ثلاثة دي الأكياس مهم أنا اضفت غير جوج دي الأكياس كيف ما كتشوفوا المهمة البنات سوف يحتاجوا جوج معلق من الكاكاو بغيتو تضيف هذا دي الصاشية ديرو فكيكون اللون ديالو شوية فاتح بغيتو تضيف الكاكاو اللي كيتباع بالعبار كيكون اللون ديالو غامق شوية ديرو جوج معلق اللي بغيتو بغيتو يجيكم بغيتو تديرو هاد ديال هاد الصاشيات ويجيكم غامق عفوا تقدرو تديرو ثلاثة ديال الصاشيات سافي كان تضربو هاد الخاليط هادا تتجانت لنا داك الكاكاو مع الخاليط سافي وكان الولني الخدم غير بتضرب عادي تضرب يداوي باش ما يهبط لناشتك الخاليط غادي نبقى نضيف دقيق تدريجيا يكون مغربل ونبقى نضيفو بشوية بشوية بالنسبة لهنا عندي البنات تلتمية قرام ديال دقيق فالخاليط كيك ديال نخصو يجي تقيل شوية باش منين نديرو فيه مكسارات ما يهبطوش للتحت المهم قدي تتوفو معايا القوام بالنسبة لعطيتكم المقدار ديال تلتمية قرام غير باش يكون عندكم واحد القياس اللي غادي تعرفو واش غادي تزيدو علي ولا تنقصو واحد شوية إلا كان دقيق تكيتشرب فغادي تقدرو تنقصو هكا غادي واحد معلقه من تلتمية قرام او لقاع جوج معالق أما إلا كان ما كيتشربش هاد دقيق فغادي تحتاجوا انكم غادي تديرو تلتمية قرام الفوق يعني دائما ناقص جوج معالق ولا معالقه او لا غادي نزيدو صفي البنات وكن نخلطو هكا بطراب يداوي كيف ما كتشوفو المهم خليكم معايا باش شوفوا القوام فدائما كنقول لكم الكيك تديرو على القوام لا تديروش على العبارات ديال الدقيق لاحقيتش كيكون البيض يلعب واحد دور مرة يكون صغير مرة يكون كبير يعني ما غا يكونش عندنا نفس البيض وبنسبة للكيسان حتى هون مرة ما كيكونوش عندنا نفس الكيسان يعني نعرف القوام ديال الكيك باش ينجح معايا الكيك صافي كيف ما قلت لكم فأنا 300 قرام جاتني هي هاديك غادي الظلالة هادي هاي هادي غادي غادي حắc Когда العبار ما ماء هادي ثلاثة أكياس من فئة سبعة جرام او ثمانية جرام ليس مشكل لكيك عالي حيث القوام الخليط يكون قليلا تقيل وحنا في حاجتنا لهاد الخليط يكون تقيل شوية باش المكسرة دينا ما كيهبطوش لتحت بالنسبة لكيك را كيجيه شيش واخك الخليط تقيل شوية يعني لا ما تقيلش بزاف تقيل شوية وكيجيه شيش كيجي زوين بزاف غير جربوه فكيف ما كتشوفوه على الصورة حتى المدق ديالو والقوام ديالو كيجي زوين زوين بزاف من بعد ما خلطت ذلك الخميرة مع الخليط فكنجيب المور استعملنا هذا المور هذا دهنت شوية ديالزيت ورشيت عليه شوية ديالتقيق كيف ما كتشوفوه غادي نزل واحد المقدار يعني تقريبا نص ديال الكيميا اللي عندي ديال الخليط والقوام كيف ما كتشوفوه فهو كي ينزل وكي ينزل يعني خيط واحد بصعوبة شوية ماشي كي تقطع يعني ماشي نديرو العجين تقيل بزاف سوف يدرت واحد الكيميا هكا من العجين وخليت واحد الكيميرا غادي نديرها من الفوق نغطي بهذا المكسارات بالنسبة للمكسارات فاتقدروا تديرو اي حاجة بغيتوها اي حاجة متوفر عندكم بالنسبة ليا انا عندي هنا يلوز اه قطعتوها بشكل طولي يعني ما محمر ما تشي حاجة قطعتوها كي يبلموس بشكل طولي كيف ما كتشوفوه على الصورة وغادي نحتاج البيبيد شوكولا وكن نحتاج شوية ديال القرقاع مهرمج شران يدرتو قبل ما ندير هكا حبيبات ديال الشوكولا سافي من بعد كان نضيف العجينة اللي بقيت ليه او الخليط ديال الكيك اللي بقيت ليه كان نغطي بهذا الطبقة هادي بهذا الشكل هادا وهنا يركب لكم بنات القوام ديال الكيك كيفاش دير يعني رمشي تقيل بزاف باش ميجيكمش كارم سافي كان نغطي ديال الطبقة ديال المكسارات تقدروا البنات تزيدو الزبيب تقدروا تزيدو الاكاجو تقدروا تزيدو البستاش اللي بغيتو اي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تضيفوها وهنا البنات من بعد ما كان نضيف ذلك الخالط ديال الكيك اللي بقى عندنا كان عاودنا نرش اللوز اللي قطعتو بشكل طولي وكان نضيف قرقاع هكا مهرمج وكان نضيف البيبيد شوكولا وفي الاخير كان نضير اللوز ايفيلي صافي البنات من كتلوش بزاف من اللوز ايفيلي يعني يكون يعني طبقة فوق طبقة حيث اللي ما كيكون شواص العجين ركيت كي يطايح يعني من الكيك ما كيبقى شد في الكيك صافي بهات الشكل هذا البنات وكندخلو الكيك ديالنا الفران المدة ديال الطياب فتقريبا كي ياخده 40 دقيقة كنشعلو الفران مواما كنطيف فران اللي بارد شعلته شعلته على 180 دراجة ونزلت الكيك ديالي حتى تطلع مزيان كننسيه بواحد الكيردون او لديك العود ديال شوى ديال الخشب كندخلوها كافي الكيك مني كنشت بدونه شوف ما فيش العجينة سنعرفو راسة طاب كنشعلو شوية من الفوق ما نتعطلو شعلي باش ميتحرق لناشتك اللوز ايفيلي صافي وكي يكون واجه كيف ماشته خدا مني 40 دقيقة في الطياب هنا لبنات بالنسبة لصوص الشوكولات باش كنزينو هاد الكيك فقدرت ربعا ديال المورسوات ديال الشوكولات قدرت معهم تقريبا معلقة ديال الحليب وكنا ندوبهم في حمام مائي من بعد ما كيضوب ليدك ديال الشوكولات مع ديال الحليب كنضيف واحد شوية ديال الزيت باش يجينا ديال السوس فيه اللامعان صافي وكي يكون واجد صافي كنزينو بي الكيك ديالنا كيف ما غتشوفو معايا بالنسبة للكيك من بعد ما حيتو من المول فكيكون هو هادا فجعالي كسر من ديال العيد حيث هادا خدمتو بدك تطرب يعني كم عارفين تطرب اللي كيكون تدور بضغية ماشي في حال يد ليد ما كانت تطربش مزيان وخاطي الجهد ما كانت تطربش مزيان لك الشيع ليش قلت لكم خدموا بالطرب الكهربائي فكيعاون الكيك يجي طالع وكيجي عالي كتر صافي البنات وهذا هو الصوص اللي كنزين به يعني لما كانت تحتاجوش بزاف ديال الشوكورة حيث ندير وغير خطوط هنا غدنا نبدأ ندير خطوط بمعلقة ولكن جاتني المعلقة ماشي عملية ما غديش تديري الخطوط كيف بغيت ودرت هنا يا هاد البوش هادا درت فيه واحد تقيبة من تحت ودرت خطوط تقدروا تدروا غير بلاستيك عادي إلا ما عندكم مش هاد البوش هادا اللي كنا نخدمو بهم الكريمة تقدروا تدروا غير بلاستيك عادي صافي وكيكون الكيك ديالنا على هات الشكل هادا غدينا نحل معاكم الكيك وتشوفوا هكا واحد طريف منه فكيجي زوين زوين بزاف نتمنى ان شاء الله هنا الإعجاب ديالكم خليت لكم القياس ديال المول فاش وريتكم المول اللي غدينا نخدم فيه الكيك يعني في الفيديو باش عرفوا المول ديالي شحال فيه في العلو وشحال فيه حتى في العرض صافي ولكيك ديالنا كيكون على هات الشكل هادا نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون الإعجاب ديالكم ما تنسونيش من دعمكم للقناة ما بقى لي إلا نقول لكم إلى فيديو جديد إن شاء الله